وجه الأمينو العام للأمم الاتحادة أنتونيو جوتيريش انتقادا شديد اللهجة لموسكو بقوله أن مبادئ مثاق الأمم الاتحادة ليست قائمة طعام انتقائية يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء مطالبا روسيا لتزام هذا المثاق بالكامل فيما يخص العلاقة مع أوكرانيا وعقال جوتيريش للصحفيين أن مبادئ مثاق الأمم الاتحادة لا يمكن تطبيقها انتقائيا وأضاف الأمينو العام قائلا أن قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتين دونديتسك ولوغانسك يشكلوا انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وأشدد على أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سددت ضربة قاضية لاتفاقيات مينسيك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي